قال وزير الإعلام السابق سميح المعايطة إن الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الكرك العام الماضي وخروج الناس حينها لمواجهة المتطرفين أكدت على وعيهم وإدراكهم بأن تطرف عدو مباشر لهم تصريحات المعايطة هذه جاءت خلال استضافته في برنامج حلوى يا دنيا الذي تقدمه قناة رؤيا كل يوم جمعة لحادث الكرك الإرهابي جوانب سلبية كثيرة تمثلت في الحدث نفسه وفي فقدان أعزاء لنا غير أن للمشهد وجها آخر تمثل في دور المواطنين العاديين في التصدي للإرهاب ومواجهته فالحدث أثبت أن الأردن بلد طارد للإرهاب أحداث الكرك يعني بحجم ما أساويتها وقديش فقدنا شهدها وكان في جرحها سواء من رجال الأمن العام أو من المواطنين كان موقف الناس أنه قديش كانوا الناس هم اللي طلعوا بالشوارع بطاردوا بمجموعة الإرهاب أحد المشهد الناس ما تخبفوا بيوتهم يعني القيمة أن الكركي طلعوا اللي معه مسدس اللي معه بارودة اللي معه سكين لكن هو طلع لأنه يعتقد أن بلده تستباح محافظته تستباح ما جرى في الكركي وفق المعيطة لم يكن حادثا معزولا عن سياق عام كان يخطط له الإرهابيون لإدخال الأردن في فوضى أمنية ومن ثم سياسية وذلك بتكرار سيناريوهات حدثت في عدد من الدول العربية اللي خططوا لأحداث الكرك كانوا بيشتغلوا على أنه تكون القيام بمجموعة من العمليات الإرهابية في البلد وإحنا كنا في مواسم الأعياد يعني أيدي الميلاد المجيد والسنة والآخرين وكان فيه تخطيط لشيء لكن التخطيط الأشمل اللي كان موجود عند الجميع اللي هو فتح ثغرات في الجسد الأردني ويدخال الفوضى إلى البلد طريقة ما كان يراد أن لا تبقى الدولة دولة وهذه مسألة مهمة لأن الدول اللي شفناها إذا نرجع ندرس وما بدي أعطيل بالدول اللي حوالينا لما دخلت بأول شي كانت تدخل فوضى أمنية يعني ناس بتطخب الشوارع بعد ذلك تدخل الفوضى السياسية كانت تدخل عليها الكرك كما محافظات الأردن كافة عصية على الإرهاب والاختراق ونحن في الأردن سبقنا العالم في التنبيه إلى خطر الإرهاب ليس ابتداء برسالة عمان وليس انتهاء بالشهداء الذين سقطوا في مواجهة الإرهابيين ترجمة نانسي قنقر